بدون الاعلان عن اي قرار انتهت في الخرطم محادثات اللجنة السياسية الرفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان واثيوبيا بيان المشترك صدر في ختم المحادثات على انها انعقدت في جو ودي وجسد العلاقات الاخوية القايمة بين البلدين على التعاون والتفاهم المشترك وكان رئيس الوفد السودان المفاوض وزير شهور مجلس الوزراء عمر مانيس قد شدد على وجود رادة المشتركة لدى الطرف لترسيم العدود لكن اثيوبيا ومنذ بدء الاجتماع لم تكن راضية على اجوائه اذ وصف وزير الخارج الاثيوبي ديميكي ميكونين موقف السودان بانه غير ودي وتام القوات السودانية باستغلال الحرب في اقليمتي جرائي المحاذي للسودان للتقدم داخل اراضي قال انها اثيوبية هذا وتأتي اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين في ظل معارك تدور منذ ايام بين القوات السودانية وميليشيات اثيوبيا على الحدود المشتركة معارك خلف تزمة انسانية كبيرة بعد وصول خمسين الف لاجئين الى السودان هربا من الحرب في اقليمتي جرائي هذه الاجتباكات التي تدور راحاها على الحدود السودانية الاثيوبية وصف رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بانها حوادث لا تكسر الروابط بين البلدين مضيفا ان ادي سبابا والخرطوم تعتمدان دائما على الحوار لحل القضايا المتعلقة اساسا بثغارات في بعض نقاط اتفاق ترسيم الحدود الذي يعود التاريخه الى ماي من عام الف وتسعمائة واثنين بين بريطانيا وايثيوبيا وقبل استقلال السودان لكن الخلافات ما زالت قائمة بشأنه